أكد وزير الخارجية سمح شكري موقف مصر ثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جاء ذلك خلال استقبال شكري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بمقر وزارة الخارجية وعشر الوزير إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية ودعمها للخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية من جانبه أعرب عزام الأحمد عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة لدعم القضية الفلسطينية